بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيدة الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحكومة المصرية السيدات والسادة الحضور يسعدني ويشرفني النهاردة أن أكون متواجد معكم للإعلان عن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تعتبر بكل المقاييس هي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وهي الخاصة بمشروع تنمية منطقة أو مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر والحقيقة ممكن أن أعيز أتكلم على هذا الموضوع عشان نضع كل الأمور في نصابها تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 اللي وضعته الدولة واللي الدولة بتنفزه منذ بدء تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وهو شغال على هذا المشروع العملاق مشروع تنمية مصر كلها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة الفكر بتاع مشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكملة لمصر 2052 كان محدد أن منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر لأن لها إمكانيات واعدة جداً أراضي على امتداد الساحل ظروفها المناخية والظروف التوبغرافية ملأمة أنها تستوعب القدر الأكبر عشان كده كان المخطط ده وضع مجموعة من المدن وبيغير فكر التنمية الساحل الشمالي أن إحنا بنتكلم على تنمية مجتمعات عمرانية متكملة وليس منتجعات سياحية صيفية عشان كده المخطة تحدد تحديداً مدن العالمين راس الحكمة النجيلة سيدي براني جرجوب كمدن جديدة تتعمل بالإضافة لتنمية مطروح والسلوم عشان يبقى عندي سلسلة من المدن الجديدة اللي البنية أساسية متطورة أنا بتكلم هنا على مدن وليس منتجعات سياحية مدن زكية بتستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصري وعشان كده كانت الرؤية من البداية وكان الناس كتير بتتسائل هو أنتوا ليه عملتوا الطريق الساحل الدولي عشر حراط في كل اتجاه طب هو ما هي فايدة القطار السريعي الكهرباء يفاق السرعة اللي الدولة النهاردة بتنفزه من السخنة لغاية السلوم الفكر كله أننا أخدم لدولة في المستقبل بتكلم على جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي ومدروس وبالتالي كل البنية الأساسية اللي بنعملها بنعملها لخمسين ومئة سنة قدام عشان كده كانت هذه المشروعات البنية الأساسية كبيرة اللي بتتنمى ومنها أيضا مشروع الضبعة اللي هو عشان يولد طاقة نظيفة عشان لما كل هذه المدن وإحنا بنتكلم على مدن مستدامة وخضراء وفكر التغيرات المناخية يبقى بتعتمد مستقبلاً هذه المدن بكامل على أيضاً طاقة نظيفة فبالتالي هذا المشروع الكبير جداً اللي بيتعمل بيتعمل في إطار مخطط متكامل ومطلعش من فراغ الحقيقة هذا المشروع وأنا يمكن في البداية حابب أوجه الشكر للقيادة السياسية في الدولتين فخامت رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واسمه الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبو ظبي على رعايتهم ودعمهم الكبير لهذا المشروع ولولا دعمهم الكامل وتوجههم للفريقين بالإسراع بتنفيذ والانتهاء من كل الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع ما كان ليرى النور في هذا الوقت القياسي المشروع زي ما قلت لحضراتكم شراكة ما بين الدولتين الشقيقتين اللي بتربطهم علاقات يعني أخوية واستراتيجية وإن شاء الله ندعو الله أنها تكون موجودة إلى أبد الظهر الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هي الجهة المعنية دائما بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبو ظبي التنموية القبضة واللي بيرقص مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي معالي الوزير محمد سويدي فمرة أخرى شكر للقيادة السياسية على دعمهم ورعيتهم لهذا المشروع وأيضا الشكر لفريقي العمل من الجانبين اللي أنا عايز أقول لحضراتكم وصلوا الليل بالنهار علشان النهاردة نبقى وقفين قدام حضراتكم وإحنا بنحتفل بإعلان عن هذه الصفقة الكبيرة جدا وعلى المشروع الكبير اللي إحنا بنتكلم عليه لتنمية منطقة راس الحكمة أنا عايز أقول لحضراتكم أن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية للدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعملها مع كل المطورين والقطاع الخاص بنخصص أرض للمطور والأرض دي الدولة مقابل هذه الأرض بتاخد مقدم نقدي وأيضا يكون لها حصة من أرباح المشروع عشان نعظم من أصول الدولة الكلام دي احنا عملناه في أمثلة نكحة جدا مع كل المطورين العقريين ولكن كان بيبقى على مستوى كومباوند أو تجمع كبير ممكن يبقى موجود بعدة ألاف من الأفدنة ولكن لحجم وقدر الدولتين احنا بنتكلم على حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق حجم مدينة كاملة وهي منطقة أو ما يطلق عليه مدينة راس الحكمة الجديدة اللي حتبقى مساحتها عشان حضراتكم تبقوا عارفين بنتكلم في مية وسبعين مليون وتمانية من عشرة متر مربع يعني أكتر من أربعين ألف وستمائة فدين هذا التجمع العمراني شركة أبو ظابي التنموية القبضة ستؤسس شركة باسم شركة راس الحكمة تكون شركة المشروع وستكون شركة مساهمة مصرية ستكون هي الشركة نقدر نقول زي الشركة القبضة أو الشركة الأم اللي بتطور هذا المشروع مشروع ده حيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات فنادق عالمية على أعلى مستوى منتجعات سياحية مشروعات ترفيهية عملاقة تبقى موجودة بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية اللي بنلاقيها في كل مدينة مدارس جامعات مستشفيات مباني إدارية وخدمية بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة حيبقى فيها صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية عجل شان المدينة بالإضافة إلى حي مركزي للمال والأعمال علشان يستقطب الشركات العالمية اللي بتبقى موجودة من كل حتة وحتبقى بطرغة بأنها تبقى متواجدة في هذه المدينة بالإضافة إلى ذلك المدينة حيكون فيها مرينة دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية علشان السفن السياحية اللي بتبقى الكروز اللي بتبقى موجودة في البحر المتوسط تقدر إنها تستفيد من المرينة الكبيرة اللي موجودة بالإضافة لده وخارج أرض المشروع تم الاتفاق إنه حيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة سيتم تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية وحيبقى من خلال قانون التزام المرافق العامة اللي بيستخدم في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبو ظابي التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد اللي بتطلع من هذا المطار فبالتالي إحنا بنتكلم على تنمية متكملة في كل المجالات وإن شاء الله تكون هذه المدينة بنتكلم بنستهدف أنها تكون مدينة عالمية بكل المستويات على أعلى مستوى وتستقطب حجم سياح لن يقل بالأحوال عن 8 مليون سائح إضافي حيجوا لمصر إن شاء الله مع اجتمال هذه المدينة العملاقة نيجي للأهم ويمكن ده اللي دايما كل يعني أنا عارف مطار اهتمام كل الزملاء الاتفاق المالي ما هو الاتفاق المالي لهذه الشراكة وهذه الصفقة الصفقة زي ما قلت لحضراتكم حتى تتضمن شقين شق جزء مالي يسدد كمقدم وجزء حصة من أرباح المشروع طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه نأتي لشق المالي اللي وهو المقدم سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار حيقصموا حيقصموا على دفعتين الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار وعشان أشرح لكم تفاصلهم حتى حيب أعبار عن إيه بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي العشرة أو الخمستاشر مليار ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الشركة أبو ظابي القبضة عن جزء من الوداع اللي كانت موجودة في البنك المركزي إحنا عندنا ودايع هنا في البنك المركزي 11 مليار دولار للدولة الإمارات فحنستخدم في الدفعة الأولى خمسة منهم حيحولوا من دولار إلى جنيه مصري عشان تستخدمهم شركة أبو ظابي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى بعدها بشهرين 20 مليار عبارة عن 14 مليار سيولة حتأتي مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الوداع اللي هو الستة يبقى إحنا كده بنتكلم على 24 مليار سيولة مباشرة جاية بالإضافة لل11 مليار اللي كانوا موجودين كوداع وموجودين عندنا حيتم تحولهم في البنك المركزي بالجنيه المصري والدق البنك المركزي بيتحصل عليهم والمبلغ المعادل بالمصري حتستخدمه الشركة في تنمية المشروع وبالتالي ده حيبقى استثمار من الوارد إن حضركم تسأله طب 11 مليار دول ما هو كانوا موجودين جوه البلد لكن لا دول كانوا ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيه الأهم دول كانوا مسجلين جزء من الدين الخارجي اللي على مصر فبالتالي يبقى معنا كده إن المبلغ ده كله حينزل من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي عشان يستخدمه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي اللي احنا كلنا بنعاني منها يبقى احنا بنتكلم في خلال شهرين على 35 مليار دولار حيدخلوا الدولة المصرية النهاردة علشان نستخدمهم إن شاء الله في حل أزمة السيولة النقدية اللي موجودة بالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع ودي الحقيقة كان جزء فني يعني وضحنا بمنتهى الوضوح داخل الاتفاق تبقى للشروط محددة وليه التزامات وطبيعة معينة ولكن الدولة المصرية لها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذ ده بالنسبة للشق اللي احنا بنقول عليه الشق المالي المباشر لكن هناك شق مهم جدا آخر إن بخلاف هذه الأموال الجانب الإماراتي اللي متوقعه إنه حيستثمر علشان ينمي هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم طوال مدة تنفيذ المشروع وبالتالي أنا عايز بس نوضح لحضراتكم يعني معنى هذا الكلام إيه معناها إن إحنا كدولة بنستفيد في الشق العاجل فورا بـ 35 مليار دولار أمريكي بيدخول الدولة المصرية وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية وأنا بقولها وبأكدها من النادر أن ألاقي صفقة بهذا الحجم بتدخل وده تاني مرة أخرى يعني كل الفضل يعود لقيادة سياسية للدولتين في هذا الموضوع بالإضافة إلى كده إحنا بنضمن استثمارات أجنبية حتظل طوال مدة المشروع بتدخل الأهم عشان ده يمكن دايماً حيبقى لسان حال الناس طب إحنا طب بالإضافة لكل ده وفهمنا أن الفلوس دي حتستخدم في حل الأزمة الاقتصادية إن شاء الله وتساعد في حل الأزمة طب إيه الاستفادة من هذا الموضوع؟ الاستفادة الأخرى اللي إحنا لازم نأخذ بالنا منها إن كل الاستثمارات اللي حتضخ حتتحول للجني المصري ومين اللي حيشتغل في تنمية وإنشاء هذه المدينة الكبرى؟ كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وكل الشركات اللوجستية اللي موجودة في مصر المصانع المصرية اللي حتبقى هي المكلفة إنها توفر المواد الخام ومدخلات الإنتاج والتشييد والبناء لهذا المشروع وأيضاً تشغيله بعد ما حيبدأ إنه هو يتنمى فبالتالي إحنا بنتكلم بدون مبلغة عن ملايين من فرص العمل اللي حتتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشاءها وتشغيلها للشباب المصري ولكل الفئات وأيضاً شركات المقاولات والقطاع والاقتصاد المصري حيكون بيستفيد بصورة كبيرة جداً من هذا المشروع العملاق إن شاء الله اللي هو بيحمل كل الخير لمصر وزي ما قلت لحضراتكم لن يقل بأي صورة من الصور حجم التدفق السياحي فقط على هذه البقعة من مصر ما لا يقل عن تمانية إذا ما كانش أكتر من كده مليون سائح وبالتالي المستهدف إن إحنا بنتكلم ونحلم إن مصر يبقى فيها أربعين وخمسين مليون سائح من خلال هذه النوعية من المشروعات فعلاً هنكون قادرين على تضيقه أنا حبيت أدي لحضراتكم هذه الرؤية المكاملة لهذا المشروع العملاق ويمكن قبل مختن كلامي أنا حابب أأكد على نقطة مهمة الدولة المصرية والحكومة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح اللي موجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويدهم تعويض كامل نقداً وعيناً التوجيه وأنا بأكد علشان ما يوثرش أي لغب في هذا الموضوع وبأكد عليه إحنا ملتزمين بالكامل إحنا حصرين كل المتواجدين على الأرض ومحصرين كل المباني وحصرين كل الأراضي الزراعية الموجودة وبالأنا آسف أقول بالنبتة الوحدة وبالتالي الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي الكامل وأيضاً تعويض عيني الدولة مخططة أنها جنوب الطريق الدولي الساحلي على طول الطريق الساحلي سيتم إنشاء تجمعات للأهالي لنقلهم لها يعني عشان يبقوا في نفس المكان وقاربين منه لأن المتوقع أن هم اللي حيستفيدوا استفادة مباشرة من عملية التنمية هم اللي حيشتغلوا وهم اللي حيخدموا على هذا المشروع الكبير وحيكون هم المستفيدين بصورة مباشرة من مشروع حيستمر يعني إلى ما شاء الله فبالتالي هم حيبقى هناك التزام كامل بتعودهم بكل شيء والدولة بالفعل بدأت في الجلوس معاهم وإن شاء الله مخططين أن هذا الموضوع يخلص بأسرع وقت ممكن مرة أخرى أنا حبيت أن أعرض على حضراتكم كل هذه المنجزات والإنجازات اللي احنا بتتم من خلال هذا المشروع العملاق وأؤكد على شيء مهم جدا الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر وبترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات أن احنا ننفذها في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال على أرض مصر لأن في الآخر هي تنمية متكملة بتحقق الهدف بعمر الأرض بخلق فرص عمل لولادنا وبحقق استثمار وبحقق زيادة للاقتصاد المصري وأيضا المستثمر اللي بيجي بيكسب وبيستفيد وهنا يمكن نقطة مهمة جدا أنا حابب أنهي بها الكلام مرة أخرى توجيه الشكر لدولة الإمارات وكل أشقائنا في دولة الإمارات لأن اللي قدموه لأن هذا الموضوع مش فقط هو على قدر ضخمة المشروع فقط أنه هو العائد اللي موجود ولكن هي رسالة ثقة في دولة مصر وأنهما شايفين تماما الفرص الاستثمارية الوعيدة في مصر وبالتالي عندهم هذه الرغبة والثقة في ضخ هذه الكمية الكبيرة جدا من الاستثمارات في مصر لأنه عارفين كويس قوي أن سيكون لها عائد موجزي وسواثقين تماما في استقرار وثبات هذه الدولة المصرية أخيرا أوجه أوجه كلمة لشعب المصري أنا بشكر شعب المصري الحقيقي على تحمله الكبير وصبره على الفترة الصعبة اللي احنا كلنا عارفينها وبنعاني منها ولكن هذا الشعب الحقيقي أثبت أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية والأهم من كل ده إيمانه بأن هذه الدولة لازم تستمر ويكتب لها الاستقرار فبالتالي هو حريص حرص شديد على استقرار هذه الدولة ونتيجة لكده بيضحي وبيعاني وبيكابت وهو النهاردة في الأزمة الاقتصادية واللي بنأمل إن شاء الله من خلال هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات اللي حنبدأ نفتحها في الفترة الجاية إن نقدر إن إحنا نتجاوز الأزمة الاقتصادية اللي إحنا بنعاني منها وأعتقد هذا المبلغ اللي إحنا بنتكلم فيه 35 مليار دولار إن شاء الله في خلال شهرين من شأنهم إن هم أعتقد يعني بإذن الله حيحلوا جزء كبير ويكون بداية تصحيح المصار للاقتصاد المصري وإن شاء الله نتجاوز هذه الأزمة اللي إحنا كنا موجودين فيها أنا بشكر حضراتكم